أهلا بك سميرة وأهلا بكل مشاهدينا إذن قدوم استراب جوي محمل بتساقط أمطار رعدية محليا ستكون معتبرة على المناطق الشمالية للوطن الغربية الوسطى وكذلك الشرقية بداية من ليلة اليوم ويستمر هذا الاستراب الجوي طيلة يوم الغد الجمعة بإذن الله إذن الأمطار ستكون محليا معتبرة حسب النماذج الرقمية للرصد الجوي قد تتعدى 50 مم محليا وأكد الدوان الوطني للأرصد الجوية عبر تنبيه له حسب خريطة اليقظة من إن شاء الله استمرار تساقط أو سيكون فيه تساقط أمطار رعدية بداية من السادسة مساء وتستمر إلى غاية صبيحة يوم الغد الجمعة على الأقل وهذا بكل من الجزائر العاصمة بومردأس تيزي بوزو فيما يخص باقي الولايات المعنية بتساقط الأمطار بومردأس تيبازا ولاية شلف مست غانم وهران عينتي موشنت تلمسان سيدي بالعباس تيسم سيلت كذلك عين الدفلة المدية سعيدة وولاية معسكر وخلال يوم الغد الجمعة بداية من الصبيحة ستكون الأمطار محليا معتبرة بكميات تتراوح بين 20 و40 وقد تتعدى 50 مم محليا خلال يوم الغد الجمعة إن شاء الله على أغلب المناطق الشمالية للوطن الغربية الوسطى والشرقية وستكون أكثر اعتبارا وننشاطا فيما يخص الولايات الساحلية مشاهدين الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي كل من عنابة جيجل سكيكدا قسنطينا بجاية زيبزو الجزائر العاصمة البوليدة شلفت نس مست غانم غليزان سيدي بالعباس وهران سعيدة لمسان وولاية معسكر كذلك بتيارة عين الدفلة وأيضا فيما يخص إن شاء الله النعامة والبيض اللحظة إن شاء الله بداية من أواخر ظاهرة يوم الجمعة سيكون فيها التحسن في الوضعية الجوبية فيما يخص أغلب المناطق الشمالية وبالتالي خلال يوم السبت الطق سيكون مستقر مشمس وخلال يوم الأحد دائما تعود ترجع الأمطار وتخص المناطق الداخلية أمطار أكيد رعدية إن شاء الله والتوقعات طويلة المدى تشير على أنه خلال الأسبوع المقبل إن شاء الله هذا إذا لم تتغير التوقعات والنماذج الرقمية فسيكون فيه قدوم استراب جوي بداية إن شاء الله من يوم الأربعاء محمل بتساقط أمطار رعدية محليا معتبرة بكميات تقارب 50 حتى 60 مليمتر محلية وتخص خاصة الولايات الوسطى وكذلك الشرقية أكيد أكثر تفاصيل ستكون في بوعدنا الإخبارية اللاحقة فيما يخص مشاهدين توقعات درجات الحرارة القصوى المسجلة أيضا ستكون مرتفعة وسترتفع أكثر خلال يوم الغد الجمعية الأمطار الرعدية مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة على أغلب المناطق الشمالية تقارب إن شاء الله في حدود يعني خلال ظهيرة اليوم إن شاء الله الخميس ستصل إلى حوالي 35 درجة ببسكرة الأغواط ستقارب إن شاء الله في حدود حوالي إن شاء الله 35 درجة كذلك بشلف غريزان سيدي بالعباس 30 درجة بوهران عينتي موشنت ومستغان معسكر وتلمسان تتعدى 33 درجة عين الدفلة ستقارب في حدود 30 درجة خلال ظهيرة اليوم الجزائر العاصمة تتعدى 26 درجة عنا بجيجل سكيك دوا بيجاية تقارب إن شاء الله في حدود أو تتعدى إن شاء الله يعني على السواحل الشرقية تتراوح إن شاء الله بين حوالي 26 إلى 30 درجة مرتفعة بيقال مطارف والسوق أهراس 33 درجة حتى بباتنا خنشلوات بيسة تقارب إن شاء الله في حدود 32 درجة وسترتفع أكثر خلال يوم السبت والأحد قد تتعدى إن شاء الله دائماً 35 درجة على المناطق الداخلية بإذن الله الولايات الجنوبية تقارب حوالي 44 درجة ببرج بجي مختار وإنجزام 40 درجة بإنسالح وأدرار في حدود إن شاء الله 41 درجة لإليزي جانات إناميناس بشار بن عباس وكذلك تندوف رح نسجلو في حدود حوالي إن شاء الله بين 38 إلى 42 درجة مع تطاير زوابع رملية فيما يخص الولايات الجنوبية وكذلك تشكل خلايا رعدية منعزلة على أقصى الجنوب الجزائري نحو مرتفعة الهجار والتسلي توقعات حالة البحر سيكون إن شاء الله هادئ إلى قليل الإضطراب على أغلب السواحل الوطنية وبداية من أواخر ظهيرة اليوم يتحول البحر إلى جد مسترب على السواحل الوسطى الرياح قد تتعدى 50 كم في الساعة مع رؤية متوسطة وعلو الأمواج يتراوح بين المتر إلى المترين على أغلب السواحل الوطنية إذن مشاهدين كانت هذه تفاصيل الوضعية الجوبيليا المرتقبة خلال الساعة القليلة المقبلة إن شاء الله أشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة والعودة إليك ساميرا شكرا لك هانا أيضا مشاهدين نعود لمواسطة